أستاذ ياسر بتتفق مع كلامه أستاذ عماد فيما ذكروا عن الشروق من رؤيتك بقى أنا جالت الشروق من الجرائد المفضلة لها ده منطقة صراحة لكن بالقياس إنها يعني في وضع الصحف الموجود هي والمصر اليوم نبرة مختلفة شوية عن بقية الجرائد وده ظاهرة صحية احنا مش عايزين أنا كرجل الصحف أنا مش عايزة أرى طبعة واحدة من جرنان واحد أو عايزة أقول لي أسف يعني عدة طبعات من جريدة واحدة أنا عايزة أرى جرائد مختلفة وعايزة أرى أرى مختلفة تحت المظلة الوطنية الحاجة جريت الشروق تحت المظلة الوطنية بعد نظام الإخوان يمكن في وقت النظام الإخوان شوية عماد بونتاز صراحة كان فيه ميد شوية للإخوان مش لأنهم في السلطة يعني كان عدد من كتاب المصر يوم يعني لكن انتبهوا مؤخرا انتبهوا مؤخرا في الآخر يمكن خدعوا بالإخوان وقت ما في الفترة قبل ما يقفزوا للسلطة وكانوا بيحاولوا بيين أنهم الليبراليين وأنهم منخرطين ضمن الكتلة 25 يناير وأنهم مع رأي القوى الوطنية في وطن حر وديمقراطي وتعددي إنما طبعا ظهر جليا أن الديمقراطية عندهم هي مجرد سلم بيصعدوا منه إلى سدة السلطة ثم بيقذفوا بأطراف أقدمهم وخلاص محدش لا بيطلع ولا هم بينزلوا جارت شروق جريدة محترمة أنا بأرأة لحد دلوقتي مش جريدة بس في النحس يا سينا بأرأة الحقيقة في الرياضة هو استمتع بالرياضة في الشروق بأرأة صفحة الأولى وصفحة الأولى فيها تقارب تقرأ صفحة اتنين أنا بأرأة لأ عماد حسين بغض النظر أن أنا عرفه من 37 سنة من أنت أتبع مقاله استاذ عمي أن أنا عشان عرفه من 37 سنة يعني المفروض ما أرألوش إنما أنت دفع دي مكان نحن أروح للدفع دلوقتي لأ عماد من كتاب المفضلين قبل ما نخش بقى يعني خلينا نتكلم جد شوي عماد من كتاب المفضلين وعماد كتاب رصين وموضوعي قد يبدو زي ما حالك بتقولين بشكل كده لطيف مش عارف أنت زعلان ولا مبسوط فيه ناس بيقولوا أنت مش عارفين أنت معارض ولا مؤيد نحن أشرح الفكرة يعني لا عماد مؤيد طبعا بالتأكيد عماد مؤيد لنظام 30 يونيو اللي بيحكم مصر قصة غير قابلة للنقاش